بتزامن مع اليوم العالمي للتوحد أطلق مركز التعلم للجميع لتنمية وتطوير قدرات الطفل المنتدى العلمي الرابع للتوحد بمشاركة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني وذوي أطفال مصابين بالتوحد التقرير التالي والتفاصيل لا أريد شفقة أو رعاية صحية أنا صعب الفهم صعب التعامل أنا مختلف تلك كلمات يرددها قلب ينبض بالحياة إنسان يعاني ويعاني ولكنه مصر على أن قدراته تفوق البشر ومع هذا يريد أن يصبح شخصا طبيعيا في الأردن وتزامنا مع اليوم العالمي للتوحد أطلق مركز التعلم للجميع المنتدى العلمي الرابع للتوحد شارك فيه مختصون وذوي أطفال مصابين بالمرض لمواجهة وبحث كافة السبل والأساليب الحديثة في متابعة العلاج والتشخيص الحالات التي تعاني اضطراب طيف التوحد نجتمع اليوم لضرورة تكاثف الجهود وإبداء المزيد من العمل الجاد المبني على نتائج البحث العلمي وبالتعاون مع كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية لمساعدة ومساندة الأطفال التوحديين وأسرهم والعاملين معهم الذواتية أو ما يعرف بالتوحد أي بمعنى ضعف التواصل الاجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي وأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة تمارس من قبل المصاب بذلك المرض ولكن وبحسب ذوي الإختصاص فإن ثمت طرقا ووقاية وعلاج التوحد هو اضطراب موجود عند الأطفال لكن يمكن التعامل معه مثل أي مشكلة تانية سواء كانت نفسية أو من ذوي احتياجات خاصة أو حتى صحية كلما كان الاكتشاف مبكر أكثر كلما كان التعامل معها أفضل وبحسب الدراسات فإن الإصابة بالتوحد تقدر بحوالي من شخص إلى شخصين من مئة شخص في جميع أنحاء العالم وبمقارنة تفيد أن الذكور هم أكثر عرضة وإصابة بهذا المرض أربع مرات مقارنة بالإناث محمد أبو عرقوب رؤية